السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة ومشاهدين ومتابعين الكرام انطلق الشوط السادس لسن اللقاية والأشواط المفتوحة نتابع في هذه اللحظات هذه الانطلاقات وانطلاقات هنا أيضا الاندفاع مع المراكز الأولى لسن اللقاية وهذا الشوط مخصص للقعدان اللقاية والمسافة هي الأربعة كيلومترات مع المحلي الثاني هنا نتابع المقدمة والصدارة مع برزان لهجل انتاج مزبار مع برزان الي قادم هنا في هذه اللحظات باندفاعته وايضا بقيادة فرام بن محمد بن قريع المري هنا بالمركز الأول بينما نقلع المركز الثاني والمركز الثاني هنا الكايد لهجل انتاج مزبار وبقيادة حمد بن سالم بن بريك ايضا هنا بالزاهرة متابعنا لأيضا هذا الشعار مع المركز الثاني بانطلاقة هنا بشعار هجن انتاج مزبار والانطلاق بينما المركز الثالث في هذه اللحظات نتابع هنا هذا الانطلاق وأيضا الاندفاع مع متغطرس وشكرا يا مخرجنا العزيز بخزين أيضا على هذه أيضا التوضيح مع هذا أيضا الصباح نتابع متغطرس لهجن انتاج مزبار وبقيادة مبارك بمحمد بصرير المري هنا من يتابع في هذه اللحظات المركز الرابع نتابع هنا القدوم في هذه اللحظات ومن يصنى اللي قادم هنا ومندفع لهم زاحم لهجن انتاج مزبار وبقيادة جابر بن علي بن نجم المري والمركز الخامس نتابع هنا القدوم والاندفاع من غازي لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية نتابع في هذه اللحظات هذا الانطلاق وهذا الكم الهايل من القعدان اللقاية ونتابع وإياكم هنا في هذه اللحظات والعودة إلى مقدمة الشوت وإلى الصدارة دائما وأبدا هناك مع برزان برزان على المركز الأول وفي المقدمة مع هجن انتاج مزبار الله يا هجن انتاج مزبار مع هذه الاطلاقة والمقدمة والصدارة والتميز دائما وابدا بهذا الانتاج المميز وأيضا نتابع هنا أيضا من يقود برزان فران بن قريع أيضا أحد الشباب اللامعين الذين سجلوا بأساميهم بحروف من ذهب بإنجازاتهم في العام الماضي نتابع في هذه اللحظات المركز الثاني والمركز الثاني الكايد لهجن انتاج مزبار وبقيادة حمد بسان بن زهرة المري المركز الثالث اللي يتسلل اللي يتسلل أيضا هناك متغطرس متغطرس غير على المركز الثاني مع هجن انتاج مزبار وبقيادة مبارك بنصرير أيضا قادم بكل قوة هنا أيضا منقدم لنا عتيب في العام الماضي نتابع في هذه اللحظات نتابع في انطلاقة متغطرس على المركز الثاني بشعار هجل انتاج مزبار وبقيادة مبارك بن صرير المري المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات الكائد الهجل انتاج مزبار وبقيادة بن زاهل المركز الرابع نرى هناك ايضا اللي قادم لهموم لهموم قادم مع رابع ايضا المراكز بشعار سعادة الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد الثاني ويضمن حمد بن طالب بن عمارة المري والمركز الخامس نتابع مزاحم لهجل انتاج مزبار وبقيادة جابر بن علي بن نجم المري شاهدنا وياكم هذه الاسماء وهذا الانطلاق والاندفاع نتابع هذا الانطلاق في هذه اللحظات الله يا هذا الشوط ولكن بنعود الى برزان 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 اللي منطلق منذ طلاقة الشوط وهو بالمفدمة وبوابة الكيلو المتر الاخير الكيلو الخطير الكيلو اللي ما بعده الا الناموس وبقيادة برزان 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 ها هو ايضا يقوم راس وايضا المعلومات عندك يا برزان يا برزان يا برزان يا سلام بهجل ايضا بهجل انتاج المزبار منطلق مندفع لمقدمة الشوط بقيادة فرام بمحمد بن قريع يا سلام يا سلام على هذا الاداء بينما المركز الثاني متخاطرس هجل انتاج المزبار وبقيادة مبارك منصرير المري المركز الثالث نتابع هنا في هذه اللحظات لهموم لسعادة سيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد الثاني وبقيادة محمد بن طالب بن عمارة المركز الرابع اول ندى اول ندى مع مستحيل لهجل الشحارية والمشاغ محمد بن خالد العطية المركز الرابع هنا نتابع هنا لحظات العديد لهجل انتاج المزبار وبقيادة جابر بن علي بن نجم المري مركز الخامس نعاند على المركز الخامس ايضا لسعادة سيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد الثاني وبقيادة محمد بن مبارك من سعيد النابت المري ولكن الله يا السلام يا برزان يا السلام يا برزان انطلق برزان مع المتين متر الاخيرة سلام هجل انتاج المزبار يا السلام واش قلتنا يقوم راس ويتهي راس سلامي على هجل انتاج المزبار مع برزان وايضا بن سلم الى المضمر ايضا المضمر الذي سجل ايضا اسمه بحروف من ذهب فرام بن محمد بن قريع المري تهانينة والناموس على هذا الفوز المركز الثاني متغطرس لحجل انتاج المزبار وايضا بقيادة مبارك بن صرير المركز الثالث المركز الثالث من فاجئنا في الامتار الأخير العديد لهجل انتاج المزبار وبقيادة جابر بن علي بن نجم المركز الرابع المركز الرابع مستحيل لهجل الشحانية وايضا مع المشاق محمد بن خالد العطية المركز الخامس المركز الخامس الجذاب لهجل الشحانية وبقيادة جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري شاهدنا برزان شاهدنا في هذه اللحظات نتابعه هنا برزان توقيته الزمن ست دقائق ست دواني ثلاثة واربعين جزونا ثانية تهانينة لهجل انتاج المزبار والتالي موصلة لفاران بن محمد بن قريع المري وصل على المركز الثاني بهذه اللحظات متغطرس لهجل انتاج المزبار توقيته الزمن ست دقائق سبع دواني خمسة تسعين جزونا ثانية تهانينة ايضا لمضم له مبارك بن محمد بن صرير المري المركز الثالث وصل العديد ست دقائق ثمان دواني ثمان وعشرين جزونا ثانية والتانية موصولة ايضا اللي مضم له جابر بن علي بن نجم المري